شكرا لك رولا في أول زيارة لرئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011 وصل إبراهيم رئيسي إلى دمشق لإجراء محادثات مع رئيس النظام بشار الأسد في زيارة تستغلق يومين وتشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بحسب وسائل إعلام رسمية سورية وفي اليوم الأول للزيارة تم الإعلان عن توقيع 14 وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات التجارة والنفط والطاقة والخدمات الهندسية والسكن والنقل الجوي والاتصالات وغيرها أسبق لتهران أن زودت حكومة الأسد خلال سنوات الحرب بخطوط ائتمان وفازت بعقود تجارية مربحة في صناعات الاتصالات والتعديل وغيرهما رئيسي استبق هذه الزيارة بتصريح لقناة موالية لإيران بالقول إن الزيارة ستوثق وتطور العلاقات مع سوريا وحلفاء آخرين بينهم حزب الله اللبناني واعتبرا أن سوريا تمكنت من تحقيق ما سماه الانتصار رغم العقوبات المفروضة ومن جملة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال السنوات الماضية عزل البلاد وتجميد مقعدها في الجامعات العربية هذه الجامعة التي تسعى دول عربية عدة فيها إلى إعادة دمشق إلى ما يسمى الحذن العربي مشتريتة خروج الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية بما فيها الإيرانية غير أن النظام الأسد لم يعترف أبدا بأن القوات الإيرانية عملت نيابة عنه في قمع الاحتجاجات قائلا أن طهران لديها فقط مستشارون عسكريون على الأرض نناقش أبعاد هذه الزيارة مع ضيفنا من عمال الدكتور نبيل لعتون مدير برنامج الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط للأعلام دكتور مرحبا بك معنا زيارة بعنوان اقتصادي ولكنها بلا شك بأبعاد سياسية واستراتيجية عديدة دعنا نبدأ بالجانب الاقتصادي ما الأهمية التي تمثلها سوريا المدمرة من الحرب وبسبب الحرب ما الأهمية الاقتصادية التي تمثلها بالنسبة لإيران برأيك مساء الخير سيد جمال يعني الإيرانيين يريدوا أن يستبقوا الأحداث خصوصا مع وجود متغيرين مهمين المتغير الأول هو تطبيع بعض الدول العربية مع الجانب الإيراني وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية من ناحية بعض الدول الخليجية بالإضافة إلى قمة عمان وما تمخذ عنها من مبادرة تتحدث عن حال حالة قد تمهد لعودة نظام بشار الأسد إلى كما ذكرت بالتخرير جمال قبل قليل إلى الحضن العربي لكن بموازات ذلك نحن اليوم نتحدث عن عقبات حقيقية صحيحة أن الإيرانيين يريدوا أن يستبقوا الأحداث يريدوا تشبيك اقتصادي مع الجانب السوري واستبقوا زيارة إبراهيم رئيسي بإرسال وفد قام بتشكيل ستة لجان أساسيات أرادوا من خلالها الجانب الإيراني استباق الأحداث إعادة الإعمار في سوريا السيطرة أو الهيمنة على بعض القطاعات الحيوية والحساسة خصوصا قطاع الطاقة قطاع الصناعات التعدينية قطاع الاتصالات لكن اليوم نتحدث أيضا جمال عن شيء غير مفهوم وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عنه وما يسمى بأراضي مقابل الديون بمعنى أن تقوم إيران بحيازة ملكيات كبيرة من الأراضي السورية تقوم إيران بتحديدها وهذه طبعا رسالة إلى أطراف داخلية إيرانية كانت في السابق تشكك بأن إيران لن تستطيع إعادة ما قدمته إلى سوريا مبثل بأربعين مليار دولار وتم طرح هذا الموضوع في البرلمان الإيراني وفي وسائل الإعلام الإيرانية وطالبوا بضرورة استباق الأحداث وتفريط الفرصة على بعض الأطراف التي تريد تطبيع اقتصادي مع الجانب السوري أو مع حكومة النظام السوري نحن اليوم جمال أيضا هناك عقبات أخرى فعلية أن كلا النظامين السوري والإيراني يواجهوا عقوبات دولية غير مسبوقة الإيرانيين بحكم عدم التوصل إلى اتفاق نووي أيضا النظام السوري قانون قيصر وتبعاته على الاقتصاد السوري وبالتالي يقول أحيانا أنه التم المدعوس على خائد الرجع في هذا الجانب لكن بما زال ذلك بالعودة إلى هذه العلاقة بين طهران ونظام دماشق توقيع مذكرة تعاون شامل استراتيجي بعيد الأمد بين سوريا وإيران هل هذا ببساطة؟ وبهذه الزيارة أيضا تأكيد النفوذ الإيراني في سوريا بالنظر إلى ما تفضلت بذكري منذ قليل هذا المصار المصار التطبيع العربي مع نظام بشار الأسد يعني الإيرانيين يريدون تحقيق عدة أهداف جزء منها أهداف استراتيجية خاصة ما يتعلق بضرورة هيمنة إيران على سوريا لاعتبارات عديدة الإيرانيون جمال يريدون أن يدشنوا ما يسمى بخط الأمل أو رحلة العبور إلى البحر الأبيض المتوسط عبر استمرار خطوط الإمداد من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى البحر الأبيض المتوسط وإيران لديها أكثر من 35 ميليشيا موجودة على امتداد الأراضي السورية لديها هيمنة على بعض المناطق المهمة والحيوية خصوصا منطقة جنوب سوريا وبالأخذ باعتبارين أساسيا ومهمين أنه ما دامت إيران لم تستطيع التوصل إلى اتفاق نووي لغاية هذه اللحظة وما دام أيضا الإيرانيون يعيشون حالة من الاشتباك غير المسبوك مع الجانب الإسرائيلي الذي يقوم بتنفيذ عمليات سواء داخل العمق الإيراني أو معانا امتداد الجغرافية السورية مستهدفا لميليشيات إيران وأذرحها هذا سوف يسحل أو سوف تسعى إيران إلى الحرص على أن تبقى الساحة السورية والهيمنة على سوريا ساحة لتبادل الرسائل مع الخصوم والمنافسين في مقدمة إسرائيل تركيا الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الطرف الروسي الذي بات هناك كثير من حالات الاشتباك غير المفهومة ما بين الطرفين وربما حديث علي درجاني دكتور نبيل أشرت إلى الوضع أيضا في سوريا نحن هنا أمام مسارين سحى التعبير مسار تقارب إيراني سعودي ومسار تطبيع عربي مع النظام كيف يمكن أن ينعكس كل هذا على الوضع وعلى الأزمة في سوريا يعني ربما قد يسهم في تهديئات بعض الساحات يعني التفاهم السعودي الإيراني سوف تركز السعودية وحتى الجانب الإيراني على تهديئات بعض الملفات تاسيما الملف اليمنيني لكن الساحة السورية سوف تبقى جمال ساحة مفتوحة على كافة الاحتمالات يعني خاصة مع استمرار الجانب الإيراني بتزويد حلفاء وأذرعوا الموجودين داخل الساحة السورية بأسلحة خصوصا حزب الله اللبناني بأسلحة ذكية أيضا نقل التكنولوجيا إلى دفاعات الجوية السورية إنشاء قاعدة مالك الأشتر في جنوب سوريا بالإضافة إلى الآن موضوع الديون مقابل الأرض هذه سابقة في القانون الدولي وهذا طبعا مخالف جمال لدستور السوري والمادة الأولى من الدستور الذي يمنع أي حكومة في سوريا من التنازل عن جزء من الأراضي السورية لأي طرف الإيرانيين حارسون على هذا الجانب وبتالي هل سوف نشهد على سبيل المثال ضحية جنوبية جديدة في العاصمة دمشق ما هي أيضا احتمالية أن تقوم إيران بالسيطرة على بعض المناطق الحيوية والحساسة داخل الأراضي السورية مثل المعابر على الحدود مع العراق مثل أيضا جبهة جنوب سوريا التي سوف تستحرص إيران على الهيمنة والسيطرة عليها لاستمرار في سياسة الردع مع الجانب الأسرائيلي واعتبارات عديدة بالفعل أبعاد كثيرة ربما يمكن التطرق إليها لذيق الوقت نكتفي بهذا القدر الدكتور نبيل عطوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية فيما حد شرق الأوسط حدثتها من عمّة شكرا جزيلا لك